هجوم مسلح أودى بحياة العميد علي الخزرجي أمر اللواء التاسع والخمسين في الجيش الحكومي أعاد قضاء الطارمية شمال بغداد إلى واجهة المشهد خاصة مع حزمة من البيانات التحريضية والتصريحات الطائفية ضد المدينة التي تفرض السلطات الحكومية منذ سنوات إجراءات مشددة داخلها وفي محيطها إذ تعتمد نظام الكفيل في دخولها مع عمليات التفتيش والاعتقالات التي لم تهدأ وشهدت الطارمية والقرى المحيطة بها حملة عسكرية كبيرة بذريعة البحث عن منفذي الهجوم الذي أودى بحياة الخزرجي حملة هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهر والسابعة منذ مطلع العام الحالي مسؤولون في المدينة بيّنوا أن حملة الاعتقالات العشوائية التي نفذتها قوات من الجيش وميليشيات مسلحة جرت في مناطق كانت تلك القوات نفسها قد أعنت تأمينها وتدقيق سكانها خلال عملية عسكرية قبل أيام وأوضح مسؤول في مجلس قضاء الطارمية أن الناس لا يعرفون ماذا يفعلون سوى التفكير في النزوح عن المدينة للعيش بكرامة مبينا أن الهجمات التي تحدث بين وقت وآخر باتت توحي بأنها مقصودة لممارسة سلسلة مضايقات على السكان لافتا إلى أن الضابط الذي قتل كان من الذين أحبهم سكان المدينة وتعاونوا معهم وهما أكده العديد من الناشطين الذين شككوا بالأهداف والجهات التي تقف وراء مقتل الخزرج الذي ساهم في استقرار القضاء مشيرين إلى قيام ميليشيات مسلحة بنصب كمين لقتله بهدف اختلاق ذريعة لفرض السيطرة على الطارمية وتهجير أهلها والتخلص من الخزرج الذي يملك معلومات عن مخططات الميليشيات التخريبية غاية شيطانية تقف وراء استهداف الطارمية لم تعد خافية على أحد هذا ما يؤكده العديد من المراقبين الذين اعتبروا أن المدينة تباتت ضحية موقعها الجغرافي الذي فرض عليها حسابات طائفية وسياسية في محاولة لتصدير جملة أزمات على حساب هذه المدينة المنكوبة التي شكلت جزءا من حملة متواصلة للحكومات وميليشياتها لإفراغ مناطق الحزام بغداد من سكانها في إطار سياسة التغيير الديمغرافي المتواصلة منذ 17 عاما